ينضم إلينا هنا في الستوديو استشاري الأمراض المعضي الدكتور علاء العالي أهلا بك دكتور علاء أهلا وسهلا صحة العالمية تحذر بأعلى مستوى ممكن من جدر القرد هل نحن أمام سيناريو مشابه لما حدث إبان كورونا أول شيء الله تكم العافية ومساكم الله بالخير جميعا الحقيقة لا الموضوع مختلف تماما الحمد لله رب العالمين الآن لما نتكلم على جدر القرد الموضوع نوعا ما محصور على أفريقيا كان فيه تجاوز في 2022 قبل سنتين تقريبا لما انتشرت في أوروبا وفي أمريكا وهذه الأماكن هذه المفروضة أنها لا ينتشر فيها لكن لما بحثوا عن الأسباب وجدوا أن هناك بعض الأسباب التي فيها مثلا بعض العلاقات الجنسية والتلامس المباشر وما إلى ذلك لكن جدر القردة موجود من زمان تقريبا من خمسينيات القرن السابق فإذا نتكلم على فيروس الفيروس موجود وموجود من زمان وصارت له أكثر من جائحة وتم القضاء على الفيروس في عام 1980 أعلن أن تم القضاء على الفيروس لكن بسبب بعض الاستهتار الذي موجود في بعض الدول الأفريقية ممكن أنه قد يكون قلة الوقاية أو عدم الأخذ بأسباب الوقاية ممكن أنه هو الذي ينشر السبب أو الفيروس هذا لكن ما الذي يدفع منظمة الصحة العالمية إلى تخويفنا مجدد أن نتحدث الآن عن انتشار سريع الأرعالي المستوى وهل هناك مخاوف بأن يتجاوز أفريقي هذه المرة؟ نعم الأرقام الأرقام لا تكذب الأرقام يعني زي ما تفضلت الله تك العافية في بداية اللقاء وقلت أن الأرقام مقارنة في الأرقام السابقة ارتفعت وحتى الوفيات ارتفعت أيضا فبالنسبة لأفريقيا هذا الشيء يعتبر يجب الأخذ بعين الاعتبار فيه لكن إذا نتكلم على دول العالم بشكل عام الدول التي ستتخذ الإجراءات إجراءات الوقاية والاهتمام والتعامل من الفيروس دكتور ما تكلمنا عن لقاحات وتطعيم شبعنا من كورونا أتمنى أن يكون تجاوز لها المرحلة الصدق أقول لك شوف اللقاح والله أنه نجاح عظيم في عام 1980 ووقف المرض اللقاح لكن أرجع وأقول لك حاجة فيه طبعا فيه أمور أخرى يعني تساعد في الوقاية اللي هي أن أول شيء إذا كان في عندي مصاب لازم أنتبه لما أتعامل مع المصاب وهذا الكلام يعني سواء للناس المخالطين للمصاب أو للعاملين في المجال الصحي كيف الوقاية انتبه لا تلمسه مباشرة للإصابة انتبه لا تتعامل مع الأسطح الملوثة كمامة لأن في بعض الانتشار هي كورونا صراحة نرجع نفس الشيء لكن دعونا نسلسل هل سجلنا حالات في المملكة العربية السعودية في دول الخليج هل نحن أيضا بحاجة إلى أخذ اللقاحات الاستباقية لا بفضل الله طبعا أول شيء أنا أحب أطمن في المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى ولا تمرنا ما شاء الله تبارك الله ما قصروا دائما فيه توجيه مباشر الاهتمام أولا وثانيا وثالثا والزملاء في وزارة الصحة وفي هيئة الصحة العامة وقاية يعني كل شيء جاهز الحمد لله رب العالمين لكن لا يوجد داعي حاليا لأي مصدر خوف الحالات المسجلة في السعودية يعني حالات فردية تماما قد يكون فيه اتصال مع المصابين يعني ما يعتبر جائحة عندنا في سعودية اطلاقا ولا في داعي للخوف أبدا هذا الكلام اللي اسمعناه في بداية كورونا وهذا الكلام الحقيقة تقول كذا الآن لكن بإذن الله تعالى أرجع وأقولك طبعا كورونا فيروس طبيعة انتشار هوائي ما هو مثل هذا الفيروس فلذلك يعني أنا ما أعتقد أن المقارنة حقيقية أو ما هي عادلة لما كورونا كان مزعج هي المشكلة أن الناس الآن ليس لديهم ثقة في منظمة الصحة العالمية خاصة بعد الأرقام والمعلومات المتضاربة مع بداية انتشار فيروس كورونا نعم طبعا شو فيروس كورونا أول ما بدأ فيروس جديد جديد نسبيا ما نعرف طرق انتشاره ما نعرف كيف نسيطر عليه بينما الآن نحن نتعامل مع فيروس معروف وعارفين كيف نوقفه وعارفين كيف نتعامل معه ويمكن لاحظنا كلنا الآن يعني بعد كورونا بعد ما بدأت كورونا بشوي تمت السيطرة على الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى صار اللي صار لكن قدرنا نسيطر على الموضوع فالتكاتف يد وحدة نسمع كلام المتخصصين نلتزم بالقوانين الأمور طيبة بإذن الله تعالى استشاري الأمراض المواضية الدكتور علاء العلي شكرا لوجودك في السيطرة الله اجزاكم خير